أهلا بحضراتكم مرة أخرى قد أقول لحضراتكم قبل ما الفاصل ييجي إنه هل من حق سؤال ممكن تعتبره بريء بس هو مش بريء الصراحة من حق رجل المخابرات أن يخرج المعلومات في أي وقت يشاء يعني مثلا هو مثلا يخرج من الجهاز انتهت موتة خدمته فهل من حقه أنه هو يقول كلام وبعدين إذا كان الكلام ده ممكن يؤول بصورة أو بأخرى لمصلحة أعداءنا خصومنا ينفع أن يتقال ما عرفش أنا بس هقول لكم وفكروا معايا وقولوا أنا بغلطان ممكن أكون غلطان أنا مش متوقف على أي حاجة في مقاله سيادة اللواء رأفة شحاتها هو طبعا على عينا على رأسنا راجل المخابرات ورجال المخابرات كلهم أنا شخصيا بيكن ليهم كل تقدير واحترام وأعتقد أن الشعب المصر كله بيكن الرجال المخابرات المصرية سواء المخابرات العامة أو المخابرات الحربية لأنهم دور بيجال كل شغلهم بيعملوا شغل عبقري في سبيل الحفاظ على أمن مصر لكن هنا ستليو قال لم نعطي مرسي معلومة واحدة صحيحة عندما كان رئيسا للجمهورية بس دي العبارة أنا قريت الحوار كله يعني كل التقدير وكل حوار مهم ورجل مخابرات كبير وليه تاريخ عظيم ورح أتكلم كويس جدا عن كل زملاءه أتكلم كويس جدا عن السيدة عمر سلمان اللي هو عمر سلمان عليه رحمة الله أتكلم عنه قالك مش هتجيب مصر لمدة خمسين سنة حد زي عمر سلمان ربما لأنه عمل معاه ربما هو يكون الرجل فيه هذه الصفات أنا ما عرفهاش لكن هو شايف كده هو رجل يشتغل معه أوكي ماشي ماشي معترضين على دخولات بس الله ده الكلام ده يبقى كأن الإخوة إياهم يبقى عندهم حق بقى ده احنا كنا مش مشغالين للرئيس يعني ما تيجي المخابرات ما تدينوش معلومة صحيحة يبقى فعلا الأجهزة لم تتعاون مع الرئيس يعني هل ده كان مطلوب ولا ما كانش مطلوب لأنه لما نجح مرسي كان فيه مجموعة كبيرة من الناس مع مرسي سيبك أنا كنت منهم أو مش منهم يعني مش دي المشكلة إنما تذكروا يوم نجح مرسي مده التحرير العمل إزاي بعدها لتوشور الناس لقد طيقة مرسي ولا طيقة الإخوان ولا طيقة أي حد خالص تارتوشور بس كناش أنا شخصيا كنت بقول في التلفزيون على الهوى وهما بيحكموا للناس اللي ممكن تقول كلام كده ولا كده لا كنت بقول ده وده موجود متسجل أنا مش طايق أشوف شكلهم الوشهم الدحكة الصفرة والكبرياء والغرور يعني يعني شيء رهيب ولذلك أنا الحقيقة ما عدت أعظني الخمس تشور الأخير رفضت تماماً أقابل أي حد من الإخوان رفضت تماماً ما قابلتش ولا واحد فيه فـ يعني هنا أنا بس قفت عند هذا في التصريحة بيت أقول لكو أنه ناخد بالنا شوية وإحنا بنقولك الكلام لأنه ما ينفعش ندي الخصف سلاح يحربنا بيه يعني ما ينفعش ما نفعش أدي له سلاح يحربنا بيه على فكرة أن احنا عندنا أخبار كويسة أن احنا واخدين أسلحة من روسيا التعليم مليون وستمائة ألف تقدموا مليون وستمائة ألف تقدموا لشغلنة التلاتين ألف الوظيفة منهم ربعمائة ألف طلعوهم لأنه فيه مشكلة فراءهم مش مظبوط والشهادات مش مطلوبة وبيشتغلوا على المليون ومئتين ألف كويس جدا دي أخبار كويسة الحكومة تقرر شراء الكهرباء من القطاع الخاص بدي على المستهلك الحكاية بسيطة قوي أنت حتعمل في بيتك طاقة شمسية تقوم تديك كهرباء كذا ميجاوات مثلا عشر وبعدين يزيد عندك عشر تقوم الحكومة تشتريهم منك وتبيع هالي مش أنت اللي حتبيع هالي أنا لأ أنت حتبيع على الحكومة والنظام ده مطبق في بريطانيا ولنا أصدقاء عندهم بيوت بيعملوا نتيجة في الآخر بتبقى على آخر السنة لما تبيع طاقة زيادة بتاعتك تجيب حق التكلفة بتاعة الطاقة الشمسية بعد السنة بعد معملية دا تجيب حق الكهربتك أنت كمان يبقى ما عندك شي يبقى أنت بتاخد الكهرباء ببلاش وفي نفس الوقت بتحرر مشكلة الكهربة بتاعت الدولة وده موضوع هنتكلم فيه كتير إن شاء الله تقرير الأخبار حالا تعالوا نسمع تقرير الأخبار ترجمة نانسي قنقر